تلاحقهم الكوارث أينما حلوا وكأنما كتب عليهم أن يعيشوا في ظل الشقاء والبؤس بكل أشكاله هكذا هم أبناء الحديدة وهكذا تمضي حياتهم الصعبة تقول المصادر الطبية إن مستشفيات مدينة الحديدة تشهد تزايدا غير مسبوق في أعداد المصابين بالحميات الفيروسية والأوبئة ويشكو السكان من غياب الرعاية الصحية المرض الفيروسي المسمى بالمكرفس أصاب فئات عمرية مختلفة وتضاعفت عدد الإصابات وسط نقص الأدوية والكوادر الطبية مصدر طبي قال إن مشافي المدينة مكتظة بمرضى الحميات الأخرى كالملاريا وحم الظنك أمام عجز قسم الترصد الوبائي الذي يخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي عن مجابهة الوباء أو إحصاء المصابين وعدد الوفيات المواطنون هنا وبشكل مستمر يشكون من تكدس النفايات وانتشار المستنقعات في عدد من أحياء المدينة وما تسببه من انتشار للبعوض الناقل للحميات والأوبئة فيما يطالبون بسرعة مكافحة الحشرات المتسببة بنقل الفيروسات مستشفى الثورة العام الذي يمثل أهم مشافي الحديدة يعيش هو الآخر حالة من العجز بسبب الإزدحام الشديد وعدم توفر الإمكانات والمستلزمات الطبية لمواجهة هذه الأوبئة مأساة دائمة يعيشها أبناء الحديدة المحافظة التي ماء تخرج من أزمة واحدة حتى تدخل في أزمات أخرى لا قدرة لها على تجاوزها